موسيقى المركب يبلغ عمرها أكتر من 4600 سنة والمعروفة أعلامياً بمركب الشمس تم اكتشافها في 26 مايو سنة 1954 أثناء حاملة لإزالة الرمال والأتربة من على الضلع الجنوبي للهرم الأكبر للملك خوفه مركب خوفه الأولى فضلت معروضة في متحف باسمها تم بناءه في موقع الكشف عنها عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر وللأسف المبنى ده فضل على مدار عقود مشوه المنظر الجمالي للهرم غير إن وسائل العرض والحفاظ على المركب بي لا تواكب أسليب العرض والطرق الحديثة والمتطورة فكان قرار نقلها كان هناك أفكار ودراسات عديدة لنقل مركب خوفه من موقعها بمنطقة أثار الهرم وكانوا بيوصلوا لنتيجة واحدة وهي إن نقل المركب في خطورة عليها تفوق خطورة بقاءة في موقعها وإنه هندسياً شبه مستحيل لإن كان التفكير منصب في تفكيك المركب ونقلها وإعادة تركيبها في موقعها الجديد من محفة في المصر الكبير لحد ما جات فكرة نقل المركب اللي بيصل طولها إلى 42 متر ووزنها 20 طن كقطعة واحدة زي ما تم نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى المتحف في مصر الكبير وبعد موافقة اللجنة الدائمة للأثار المصرية لعملية نقل مركب خوفه وفقاً من قانون حماية الأثار بدأت أعمال التحضير لتنفيذ مشروع النقل اللي استغرقت أكتر من 8 شهور على يد لجان هندسية أثرية رفيعة المستوى بالتعاون مع جهات علمية ومحلية ودولية مع الالتزام التام بضرورة تأمين المركب وعدم تعرضها لأي مخاطر أثناء عملية النقل لأن دي الأولوية القصوى وفي أغسطس 2020 تم غالق متحف مركب خوفه بمنطقة أثار الهرم وبدأت الأعمال التحضيرية لتأهيل المركب ونقلها المبنى جديد في المتحف المصري الكبير يتم تجهيزه حالياً بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للعرض المتحفي بالإضافة إلى أجهزة الرصد والقياس الحديثة للحفاظ على هذا الأثر العضوي الهام والفريد في البداية وقبل عملية النقل تم عمل مسح راداري للأرض الصخرية تحت مبنى المتحف القديم اللي في منطقة أثار الهرم حتى الطريق الأسفلتي في الجهة الشرقية للتأكد من قدرتها على تحمل أوزان والممرات والشدادات المعدنية اللي تمت إقامتها لتأهيل المبنى والمركب للنقل وقام فريق متميز من مرميم مركز ترميم المتحف المصري الكبير والمجلس الأعلى للأثار بعمل مسحة أشعة الليزر للمركب لتوصيق أدقة تفاصيلها وتغلفها استعداداً للنقل وبالتوازي تم تصميم وتصنيع هيكل معدني حوالين المركب وإقامة شدادات وسقلات معدنية خارج وداخل المبنى لتدعينه عملية إخراج المركب من مقرها القديم واجهة تعقيدات وتحديات كبيرة واللي تم التغلب عليها واسطة اللجنة المشكلة من إدارة وأثاري المتحف المصري الكبير وزملائهم من المجلس الأعلى للأثار واستشاريين ومهندسين من مكاتب استشارية وأساسة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتم وضع خطة سريعة لتدعين المركب والمبنى مع الابتعاد عن أساسات المتحف القديم وأخيراً لتنفيذ عملية النقل تم استقدام عربيات زكية من الخارج عندها قدرة فائقة على التغلب على أي عوائق ممكن تواجهها في الطريق وقدرة على المنورة في المنحنيات والملفات وامتصاص أي اهتزازات وبيتم التحكم فيها ألياً عن دعوات وأثبتت العربيات الزكية قدرتها على تنفيذ المهمة المكلفة بها لنقل المركب بنجاح أثناء تجارب المحاكالة عديدة اللي خلالها قامت بنفس الرحلة محملة بنفس أوزان وأبعاد وبروز المركب والنهاردة بعد شهور من العمل المتواصل تمت رحلة نقلها بنجاح واللي حيوف قدامها التاريخ كتير بعد ما كان يعتقد أن النقلها شبه مستحيل والعالم كله حيتفرج على المركب في مقرها الجديد في المتحف المصر الكبير بعد افتتاحه بفضل فكرة وجهده وتفاني المصريين اللي بيثبتوا في كل تحدي وجههم أنهم قادرين على تحقيق المستحيل اشتركوا في القناة